تشهد البحرين يوم السبت المقبل جولة الإعادة في الانتخابات النيابية والبلدية والتي ستتضح خلالها الملامح النهائية لأعضاء المجلس النيابي وهوية أعضاء المجالس البلدية ويعول المترشحون في جولة الإعادة على ثقة الناخبين لتكتمل صورة المشهد الوطني من خلال الإقبال الكبير والمشاركة المجتمعية الواسعة من قبل أهل البحرين رجالا ونساء بعد نجاح الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية 2022 من حيث التنظيم وإقبال الناخبين على مراكز الاختراع بنسبة مشاركة شعبية وصلت إلى 73% جاءت النتائج واقعية لتفرز عن إقامة جولة إعادة أخرى السبت المقبل ينتظر منها أن تتضح من خلالها الملامح النهائية لأعضاء المجالس النيابية الأربعين وهوية أعضاء المجالس البلدية الثلاثين بتمام المقاعد اللجوء إلى جولة الإعادة ووفق النظام الانتخابي جاء بناء على ما هي الدوائر الانتخابية التي لم تحسن بعد والتي ستكون بين أعلى مترشحين بالدائرة الانتخابية حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى ولم يتجاوز أحدهما نسبة الفوز المقررة إذ سيتنافس المترشحون على المستوى النيابي على أربعة وثلاثين مقعدا برلمانيا من أصل أربعين وعلى المستوى البلدي على ثلاثة وعشرين مقعدا من أصل ثلاثين وذلك في المجالس البلدية الثلاثة خلال الدورة الثانية واستنادا إلى معطيات الجولة الأولى التي أفصحت عن فوز ستة مترشحين برلمانيين وسبعة مترشحين للمجالس البلدية يعول المترشحون ممن يدخلون حسابات جولة الإعادة من جديد على ثقة الناخبين في تفضيل مترشح على آخر في كل دائرة انتخابية حالت نسبة الفوز المطلوبة دون الوصول إلى تسوية نهائية لعدد المقاعد الشاغرة قبل أن يتم ملؤها وقتما يعاد المشهد بتفاصيله الوطنية الرائعة من خلال الإقبال الكبير والمشاركة المجتمعية الواسعة في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية والبلدية من أهل البحرين ومن مختلف الأعمار رجالا ونساء ليتحقق فوز الجميع من أجل أرض الخلود خصوصا إذا كان الحس الوطني حاضرا بنسبة عالية وبكل المقاييس ليتم توثيق الإنجاز ويصبح شاهدا على انتصار خيار المشاركة بإرادة شعبية حرة ومستقلة ترجمة نانسي قنقر